أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجين وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقاطصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهل القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجين وما أنزل إليكم من ربكم ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فدنة فعموا صموا ثم تاب عليهم ثم عموا صموا كثير منهم فالله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم فقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ياته عما يقولون ليمسن الذين كبروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم فالمسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديق كان يأكنا للطعام انظر كيف يبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبرون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميم العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأدلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسال داون وعيسى بن مريم ذلك يما أصروا وكانوا يعتدون كانوا لا يجناهون عن ممكن فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يدولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم آفزهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون